اهلا بكم لو بصيتوا لأي بنت وهي بتلعب هتلاقي البنات من خير حتى ما حتى يوجههم بيجيبوا عروسة صغيرة ويعودوا يلعبوا معاها على انها بنتهم يعني بتتصرف تصرف الام البنت بتجبل على ذلك بتجبل يعني تعيش عمرها متربية على انها تكون ام عشان كده اول ما البنت تكبر شوية في السن يبدأ الجملة المشهورة الاسف المزعجة لكثير منها البنات وكأن الموضوع يعني يعني ممكن اقول لحد اقول له ايه مش يلا بقى نلعب كرة مع بعض مش يلا بقى نروح الجيم مش يلا بقى نخس اقول لها حاجات فقرات تيه مش يلا بقى نبطل تدخين لو انت بتشرب بتشرب سجال اقول له بطل تدخين اقول لها حاجات انا بعملها لكن مفعش اقول لبنت وغير منطقي وغير عقلاني وبقى ايدا كل البعد عن الزوء ان انا اقول لها مش يلا بقى مش هنفرح بيكي البنت مقم يعني ايه الجملة دي مش هنفرح بيكي ايه الجملة دي ايه معناها وانا في رأيي ان هذه الجملة جعلت بنات كتير يندفعوا الى قبول طلبات الزواج الغير مناسبة لها يعني البنت من حقها انها تختار الرجل اللي ينسبها ومن حقها انها ترفض ده وترفض ده لانه هي شايفة انه ما ينسبهاش هي مثلا بنت واخد الدكتوراه او بنت مستوها العقلي مثقفة او بتحب شيء معين في الحياة بنت عندها رغبة انها تكون مرتبطة بانسان عنده ثقافة معين فيجي لها حد مش مناسبها وبرضو العكس ممكن جدا تكون بنت بسيطة جدا مش عايزة بقى واحد يعني يعني يقعد بقى كلمة في نظريات ويكلمة فلسفة بالعكس كل اللي فولة ولها كيان البنت دي خدمها جدا تكنولوجيا اسمها تجميد البويضات لانها ما خلتاش تحت السلس لانك هتجملة اللي وراها على طول هي المن برضو من مدام فلانة او طنط فلانة لها مش هنفرح بيكي الحقيق بالي مش عارف ايه السن قطر الجواز يفوتك مع تجميد البويضات ما بقاش في الكلمة دي انا بشكر الدراما لانها دراما الموجودة دلوقتي بقى فيه في اكتر من المسلسل نلاقي كلمة تجميد بويضات حلوة عشان تعلم الناس والسلبنات ان فيه تجميد ايه هو بقى تجميد البويضات ده هنفهمه بالتفصيل النهاردة من ناحية الطبية ومن ناحية الاجتماعية موضوع طب اجتماعي مهم جدا النهاردة واحد من نجوم عالم تأخر الانجاب ومن اسماء القديرة في عالم الحق المجهاري نارد ضيف العزيز السؤال الدكتور احمد عاصم المول استشاري الحق المجهاري وجراحات المناظير النسائية بمراكز رويل العريقة وعضو جمعية الامريكية والاوروبية للخصوبة وتأخر الانجاب زميل الكلية الملكية للنساء والتوليد اللندنية الصديق والزميل العزيز اهلا بيك دكتور عاصم اهلا وسهلا بحضرتك وحضرتك كثير ومشاهدين بص بقى انا هسألك ايه هو تجميد البويضات ده السؤال الاول بس قابليه او بعديه اذا ما تحب فيه سؤال اعلامي لماذا اخترت في هذا التوقيت ان تتحدث عن تجميد البويضات هل سبب علمي بس والعلمي نفس اجتماعي هو انا عندي كلمة عن تجميد البويضات انا بقول انها طفرة طبية جديدة للحفاظ على خصوبة السيدات والانسات وانا بسميها عملية الامل للحفاظ على خصوباتهم زي ما حررتك كنت بتتكلم هو المشكلة دلوقتي ان فيه بعض الانسات اللي هما اهتموا بكارير العمل ويتأخر عندهم موضوع الزواج وخايفين من الخصوبة بتاعتهم او بسمعوا الكلام لحررتك قلتوا دلوقتي حررتك طمنتهم واحنا بنطمنهم بنقولهم ان فيه حاجة اسمها تجميد البويضات لو خدت كارير الحياة وخفتي على خصوبتك روحي اعملي تجميد بويضات وحفظي على الخصوبة بتاعت حررتك دي ممكن تحفظي عليها سنين عمره قدام تجميد البويضات مهم جدا 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 ان يتعامل كل ما تعمل في سن صغير كل ما كان افضل يعني كل محررتك عملتي او خدت القرار النهاردة افضل من بكرة ليه البويضات بتشيخ او بتكبر الرحم لا يعني انا ممكن ازرع اجنة في مريضة ممكن تكون انقطع الخصوبة عندها يعني الرحم ده ما عادش بيجيب دورة اه لو عندها تجميد بويضات من وهي صغيرة بجيب لها اجنة كويسة وانا حضرت بطانة الرحمية على عكس الناس ما متخيلة فبنقول لها لا تجميد البويضات دي حاجة مهمة جدا 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 لجزء منهم اللي هما الانسات اللي هما متأخرين في كرير العمل في ناس تانية بقى بتسعى لتجميد البويضات واحدة دخلة تعمل بعد الشر عليكم عملية اورام كبيرة او عندها كانسر وهتروح تاخد كيماوي او اشعاع عارف دكتور ايمان زمان كانوا يعملوا لهم العمليات دي ويديهم الاشعاع او كيماوي البنت تجدنا متضمارة المبيض تقول لي ساعدني في الانجاب هقول لها ساعدك ازاي خلاص هما دمرولك المبيض غشبا عنهم اه هو داخل يعمل منوفر بتاعه عشان كده احنا عملنا في المنصورة عندنا بروتوكول تعاون بيننا وبين قسم الاورام في جامعة المنصورة ان الحالات زي دي اللي عندهم لو هم داخلين يعملوا عمليات او ياخدوا كيماوي او اشعاع ابعتهم عندنا المركز نجمد بويضات الاول فالوعي كبر بقيت انا احفظ لهم خصوبتهم وروحي حضرتك اعملي المانوفر بتاعك وتعالجي وبعد كده تجيلي انا بقى استخدم البويضات عشان اعملك اجلنا وازرحها جوال راح محافظ على خصوبتك ده جزء تاني جزء تالت عدنا بنشوفه دلوقتي في حياتنا بعض السيدات او الانسات او الناس اللي سنهم صغير عندهم حاجة اسمها ضعف مخزون شديد للمبيض احنا كنا زمان بنتخيل ان ضعف المخزون ده في السيدات بس الكبار اللي هم معاديين مثلا الاربعين سنة نتيجة العمر بدأنا نشوفه في انسات وسيدات عندهم عشرين واثنين وعشرين سنة في عائلات فيها القصة اه بيبقى في حاجة جرينيتك اه انتلاقي فام انتلاقي اختها كبيرة نفس الكلام فهي تبتدي بقى ضوء الانذار بقى يشتغل لا حررتك ابتدي روحي وجمدي البويضات ادي واحدة كمان استفادت من تجميد البويضات واحدة دخلت عمل عملية جراحية في المبيض واثر على مخزون المبيض بتاعها بنقول لها لا روحي جمدي البويضات واحدة بعد الشر انفصلت ولسه ما تعرفش وقتها في الزواج هي بقى ايه وخايفة ان برضو خصوبتها تنقطع لما تيجي تتزوج تروح تجمد البويضات بقى فيه وعي يا دكتور ايمان زمان الناس ما كانش عندهم الوعي زي ما حرتك قلت هو كان في دماغهم ان الخصوبة الست والراجل والست خلاص طالما مش متزوجة هي ملهاش امل في الخصوبة النهاردة او ما تفكرش في الخصوبة لا ده ممكن تفكر فيها وهي انسة وهي منفصلة وهي مش متزوجة نحن نجمد لها البويضات انا في اكتر من المسلسل لقيت السيناريو بيتكلم عن تجميد البويضات يعني في حوار كده تلاقي الممثلة يعني بيه الدور يعني بيه اختضي ده عجبني او ان الدراما تجيب تجميد البويضات في حوار هو الكانل دارج على المسامع قبل كده تجميد الاجنة تجميد الحيانات المنوية يمكن تجميد البويضات ده حديثا للناس بدأت تفهمه وتفهم معناه وتفهم دوره الكبير دلوقتي في حفاظه على الخصوبة بتاعت السيدات والانسات قبل كده ما كانش الكلام ده موجود وما كانوش فاهمينه أصلا ما كانش عندهم لا وعي ولا إدراك لحاجة زي كده انه ممكن يكون فيه حاجة زي كده ممكن استخدمها خصوصا الانسات يعني الانسات بيبقى التخوف حتى من أهلهم أنا دخل عامل عملية طب العملية دي هيبقى فيها مخطر علي طب هتأثر بعد الشر على عذريتي وده يمكن السؤال ده بنتسيق له من الانسات كتير أنا بقى بطمنه بقول لهم لا ده عملية بسيطة انت بتاخدي منشطات وبعد كده بنسحب البويضات عن طريق لو انت يا نسا عن طريق البطن فعملية لا تتعدى من 3 ل 5 دقايق ببينك بسيط حضرتك بتفوك ويبعديه تقريبا ب 10 دقايق ربع ساعة بتروحي بيتك ولا كأنك عملت حاجة يعني بساطة العملية بنقولك لا هي بسيطة جدا ما فيهاش تأثير على عذريتك لان احنا عارفين انك أنسة فدخل للك عن طريق البطن لو انت سيدة او متزوجة او منفصلة ممكن نعمل العملية دي عن طريق قناة المهبل زي السيدات وبالتالي انا حفظت على خصوبتك حفظت على عذريتك وفي نفس الوقت عملية بسيطة لا فيها مضاعفات لما أخد أنسة لدكتور النسة دي بيبقى فيه حرك برضو عند بعض الاهالي انا رايح لدكتور نسة ومعايا أنسة طبعا رايح عامل لها ايه طبعا ما كانش فيه وعي ما كانش فيه كلام الناس دلوقتي اللي عادوا بيجوا يطلبوا يعني زمان ما كانش فيه الكلام ده خالص احنا اللي كنا بنوجههم دلوقتي لا بقى عندهم وعي وبيجوا يطلبوا معنى كلامك ده ان السؤال الجاي والقصص اللي جاي اللي هتحكيها مش بس للبنت ده للأسرة كلها لازم يفهموها احنا بنتكلم عن حاجة لازم الأب والأم والبنت يكونوا فهمين ربما الأب دلوقتي اللي بتفرج علينا هو اللي يدفع بنته للإجراء نفسه ايه الخطوات بقى عشان يبقى الناس فهمين اه الخطوات انا بحضرها تحضير زي تحضير الحقن المجهري بتاعي العادي باجي للبنت اطلب منها تحليل هربونية المبيض وده اهم تحليل انا بطلوبه عشان هعرف هساعدها بجرعات علاجية عاملة ازاي على حسب مخزونها هبتدي اتحرك ودي لها جرعات التنشيط لو مخزونها كويس هدي لها جرعات عادية لو مخزونها زايد وعندها مثلا درجة من حاجة اسمها تكايوسات المبيضين هبتدي اقلل جرعات شوية لو عندها ضعف مخزون هبتدي اديها جرعات اعلى شوية وممكن نمشي معاها بنظام اسم الباسكت او التجميع ممكن اجمع لها على اكتر من دورة واحتفظ لها بعدد اكبر من البويضات بيفضلوا محتوطين باسمها في حضانة خاصة بيها عشان برضو الناس تبقى متطمن عاملة زي البصمة كده زي البصمة البصمة الايد الحضانة دي ما تتفتحش الا باسمها هي بس وبتعيش بالخمستاشر والعشرين سنة يعني انا جمدت بويضات وانا سني تلاتين سنة مثلا انا خمسة عشرين سنة ممكن استخدمها وانا في الاربعينات اه استخدمها وانا في الاربعينات واستفدت كتير قوي بقى البويضات اللي تجمدت في السن ده غير البويضات اللي هتطلع لي في السن بتاع الاربعينات هنا احسن نتجن واحسن كفاءة فتكون اجنة افضل في السن التاني هتبقى اقل نتجن واقل كفاءة واقل عددا كمان فهتكون اجنة اقل فزي ما أنا قلت البويضات بتشيخ أو بتكبر الرحم ده مستقبل ممكن يستقبل في أي وقت وممكن أنا حضره بطريقتي إنما البويضات مش هقدر أعمل فيها حاجة إذن عامل هذه القصة بتاعتك دي كأنه زي صندوق الوضائع بتاع البنك اللي أنا بحطه بأخذ بالبنك كده صندوق وبحط فيه حاجات اللي أنا خايف عليها أيوة واجه تفز بها بقى لسنين عمره قدام عشان لما احتاجها تبقى هي موجودة طب هي ما احتاجتهاش خلاص هي محفوظة ليها احتاجناها يبقى نستدي نستخدمها ونكمل إجراء زي إجراء الحقن المجهري إن إحنا ناخد الحيوانات المنوية من زوجها المستقبل يعني لما تتزوج إن شاء الله ونكمل عملية الحقن المجهري يبقى أنا كده حفظت على خصوبتها وديتها فرص في الإنجاب وخلتها تركز بقى لو هي عاوزة تركز في الكرير بتاعها ما تبقاش مضطرة زي ما حررتك تقول إنها تتجوز النهاردة أصلا هيفوتها قطر الجواز أو الكلام اللي حررتك لسه أصلا يا ما شفنا بيني وبينك أنا يا ما شفنا من ناحية اجتماعية بقى وإن كان حوارنا طبي بس لازم أقصي ناحية اجتماعية في الموضوع ده يا ما شفنا بنات مثلاً اتجوزوا جوازات غير مناسبة لهم دي حقيقة ما هو بتبقى خايفة من كده هي أصلاً كل الأهل فكرهم على الخلف أو على الخصوبة بتاعت البنت دي طب الحقي تجوزي النهاردة أصلاً أنت مش هتلحي تخلي فيه أصلاً أنت فرصك في الإنجابة هتقل لأ بنقول لها لأ اتجوزي جوازة الصحي ليكي الجوازة اللي تعيش العمر معاكي وفي نفس الوقت أنت باختيارك الكامل وإرادتك وإحنا نحافظ لك على خصوبتك ونحافظ لك عليها سنين عمر وتستخدميها فيما بعد وإن شاء الله تحملي وتولدي بألف سلامة السؤال اللي جاي للأسرة برضو كلها هتسأله لك في مخاطر مضاعفات من هذه الإجراءات زي ما أنا قلت لحضرتك هي عملية بسيطة كل اللي بيتعامل فيها جرعات تنشطية من العلاج محسوبة على حسب إيه؟ مخزون المبيض بتاعها وعلى حسب شكل البويضات اللي أنا شايف لما باجي بسحب البويضات بسحب البويضات بعملية تخديرية ما بتتعداش وقتها من 3 ل 5 دقايق بنت هسحبها لها عن طريق البطن سيدة متزوجة أصحبها لها عن طريق قناة المهبل بعدها تقريبا بربع ساعة ربع ساعة المريضة هتقوم تمشي تراوح بيتها واتمارس حياتها عادي في البيت يعني عاوزة تخرج عاوزة تأكل عاوزة تشرب عاوزة تروح النادي تعمل ولا كأنها عملت حاجة رايحة شغلها تاني يوم ولا كأنها عملت أي منوف هو إجراء إجراء بسيط وعلى قد بصدته فأهميته كبيرة جدا لأنه هو زي ما قلت لحضرتك في الأول أنا بسميها عملية الأمل للحفاظ على خصوبة السيدات والأنسات هي دي اللي بيقول لك الإيرش الله بيدي ينفع في اليوم يسود أهو ده صح المسأل صح أهو الله صح البوايضة أمو 25 سنة اللي أنت عملتها وإنت عندك 25 سنة تنفعك وإنت عندك 42-43 سنة أه بس دي الوعي يزيد بقى فعشان كده أنا بخاطب كل السيدات والأنسات اللي بيشوفونا دلوقتي بقول لهم أنت النهاردة عندك ضعف مخزون اكتشفتي بتحليل أو اكتشفتي بالصنار أو حضرتك دخل تعملي عمليات جراحية خاصة بالمبيض أو حضرتك بعد الشر عليك عندك كانسر وهتاخدي إشعاء أو كيماوي تحركي النهاردة روحي مركز خصوبة محترم عنده تجميد البوايضات عنده الإمكانيات الحديثة يحافظ لك على خصوبتك وما تقلقيش مانوفر بسيط مش هتحس فيه بأي حاجة مضاعفاته تكاد تكون معدومة بس هيحافظ على خصوبتك سنين وسنين عمر طيب بص بقى هتقول لي نصيحة دي أنا حاس أن دي اللي هتقولها بصوت عالي يعني لو أنا طلبت منك هتقول نصيحة بصوتين مختلفين واحدة هتكلمها بصوت هادي والتانية هتكلمها بنغمة أو بصوت أعلى الصوت العالي البنت أو السيدة اللي فعلا عندها ضعف مخزون أو دخلة تعمل عملية هتأسطر تأثير مباشر على المبيض بتاعها سواء بقى هتاخد كيماوي أو إشعاع أو هتدخل المبيض دي لأ بكلمها بصوت عالي روحي جمدي البويضات النهاردة قبل بكر دي على طول الصوت عادي باين الصوت العادي طيب الصوت بقى الهادي للبنت اللي هي لسه بتدور على كارير الحياة بتاعها ولسه ما خدتش قرار للزواج النهاردة بس عملت التحليل لقيت مخزون المبيض بتاعها معقول مش هنقول إنه هو ضعيف قوي معقول هنقول له من باب الأمان حضرتك روحي وابتدي اسعي لتجميد البويضات لأنه هينفعك فيما بعد عشان لو مخزونك ده قل يبقى استفدت بويضات وأجدنا تتعملك في المستقبل كفايتها كويسة بديك فرص حملة كويسة حفظت على خصوبتك فيما بعد ده الصوت الواطي ده الصوت الهيدي الهيدي لكن الأولاني مش بس الصوت يبع علي للبنت الصوت يبع علي كمان لأسرة البنت الصوت يبع علي لكل القطاع الطبي اللي بتعامل مع الحالات دي إنه زي ما انت قلت لازم لازم يكون عنده الوعي يعني إحنا المشكلة زمان كان بتقول أورام مفيش تنصك بيننا وبينهم خالص فهو بيعمل عمليته وهو حقه إنه شايف واحد عنده أورام ولازم يخش يتدخل له بسه ما كانش يعرف الهازرد أو الحاجات الدروبكس بقى لما يعمل لها العملية إنه بوص خصوبتها الست دي أهم حاجة عندها في الدنيا زي ما حرتك قلت من وهي بنته وهي بتتولد هي متربية إنها بتلعب بالطفلة الصغيرة أو العروسة الصغيرة متربية إنها نفسها يبقى لها أمل في الإنجاب نفسها تبقى أم فأنا جيت أقضي على حاجة كبيرة أو يدي عندها تكبير وإنت بتجيبها لي بعد ما تكون هي ضمرت المبيض بتاعها مش أقدر أعمل لها حاجة إنها ما بعتها لي قبل وأنا سعيد نورت وشرفت وأبدعت مرسي يا دكتور عيبا وحيدة من حلقتنا الممتعة مع ضيف العزيز دكتور عحمد عاصم الملة إسشاري حق المجاري وجراحات المناظر النسائية بمراكز رويل وعضو الجامعية الأمريكية والأوروبية للخصوبة على العقل زميل الكلية الملكية للنساء والتوليد بلندن نورتها دكتور عحمد مرسي يا دكتور عيبا وأتمنى أن كل مشاهديننا اللي شافونا وسمعوا الحلقة دي يكونوا استفادوا ويبتدوا يبحثوا النهاردة قبل بكر أكيد استفادوا وإنت شرحتها لهم بكل الطرق شرحتها لهم طبيا واجتماعيا ونفسيا وعلمين في واحدة من علاقتنا المسيرة للغاية خليكم تبس مع الدكتور